أعزائي المتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب بكم في هذه الحصة التي سنقصي سؤال تصحيح عناصر الفرد الكتابي الأول الخاص بمادتي التاريخ والجغرافية للسنة أولى بكالوريا أداب وعلوم إنسانية النموذج الرابع إذن من نسبة الوضعية الاختبارية الأولى كما كتلاحظوا هي مادة الجغرافية من خلال الشغال بالوثائق الوثيقة الأولى هي عبارة عن نص جغرافي وكذلك الأمر بالنسبة للوثيقة الثانية إذن يمكنكم طبعا أن توقفوا الفيديو لقراءة الوثيقتين قراءة جيدة ومتمعين لفهم منطقهم إذن المطلوب مننا هو أننا نجاوب على أربعة أسئلة إذن في السؤال الأول المطلوب هو أن نضع الوثيقتين في سياقهم الجغرافي السؤال الثاني التعريف الجغرافي لما تحت خط والسؤال الثالث استخراج معطيات مضمنة في الوثيقتين والسؤال الرابع كتابة فقرة اعتمادا على المكتسبات ذات الصلة الآن نأتي إلى الوضعية الاختبارية الثانية وهي مادة التاريخ من خلال تحرير موضوع المقالين الصهو شهد العالم الرأسمالي خلال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين تحولات اقتصادية ومالية هامة أسهمت في تعزيز النظام الرأسمالي أي أسهمت في تقوية النظام الرأسمالي إذن المطلوب هو كتابة مقال تاريخي من فقرتين عن مظاهر الثورة الصناعية وكذلك العوامل المفسرة لها إذن بعد ما تعرفنا على مكونات الوضعية الاختباريتين الآن نشرع في عملية صحيح إذن بالنسبة للسؤال الأول المطلوب هو أن نضع الوثيقتين في سياقهم الجغرافي بمعنى السياق الجغرافي المقصود بها أساسين يعني القضية أو الموضوع أو الظاهرة أو الظواهر الجغرافية المتناولة في الوثائق إذن هنا عندنا جوجة الوثائق إذن الوثيقة الأولى موضوعها بالأساس يعني بعض الإكرهات التي تواجه قطع الماء في المغرب وبالنسبة للوثيقة الثانية من خلال قراءة ديالها كتبي لنا أن الموضوع يتعلق أساسا بالخطوط العريضة أو يعني أهداف المخطط الوطني للماء في المجال المغربي إذن فالسياق الجغرافي هنا يجب أن يكون مقصدبا نفسها مقصدبة يعني مختصرة ما أمكان إذن ما يفيد هذه السياق الإكرهات التي تواجه قطع الماء وإذن الخطوط العريضة للمخطط الوطني للماء إذن بالنسبة للسؤال الثاني إذن المطلوب مننا هنا أن نعرف ما تحتى خط تعريفا جغرافيا إذن يتعلق الأمر هنا بمفهوم الموارد المائية بالنسبة للوثيقة الأولى وبالنسبة للوثيقة الثانية إذن نعرف أنظمة السقي إذن دائما التعريف الجغرافي إما للمفهوم طبعا أو مصطلح إذن يجب أن يكون مقتضما ما أمكان وطبعا يكون مختصر لأنه لا يهم يعني في التعريف الجغرافي أن نطنب بمعنى أننا نعطيهم معلومات كثيرة عن المفهوم الأساس هو عنصر أو عنصرين يتعلقان بالمفهوم إذن فالموارد المائية معناها هي المياه المتاحة والموارد المائية المتاحة في منطقة جغرافية محددة سواء كانت سطحية أم باطنية بالنسبة لأنظمة السقي يعني كان عينوا بها بشكل عام تقنيات المستخدمة في السقي أو في الري وكان ميزوا ضمنها بين ما هو تقليدي وما هو متطور يعني هناك تقنيات تقليدية كمثلا الخطارات على سبيل المثال أو يعني تقنيات متطورة كتقنية السقي مثلا بالتنقض الآن نأتي إلى السؤال الثالث إذن السؤال الثالث هو كي تتعلق بالوثائق إذن فالإجابة يعني كنت ستخرجها مباشرة من الوثائق المحددة إذن من الوثيقة الأولى المطلوب هو أن نسخرج الإكراهات التي تواجه قطع الماء في المجال المغربي ومن الوثيقة الثانية أهداف المخطط الوطني للماء إذن ما هي هذه الإكراهات انطلاقا من الوثيقة الأولى إذن بعد قراءة الوثيقة يتبيننا أن أهم الإكراهات أو التحديات التي تواجه قطع الماء في المغرب من خفاض الوالدة المائية ثم أيضا بعد الظواهر المرتبطة بالتغيرات المناخية ارتفاع الطلب لاستغلال المفرط أيضا للثروة المائية الجوفية يمكن أيضا أن نضيف ضعف تثمين المياه المعباءة وأيضا تلوث المياه بسبب التأخر في مستوى التطهير السائل وتنقية المياه العادمة ما هي أهداف المخطط الوطني للماء؟ من خلال هذه الوثيقة إذن أهم الأهداف هي تثمين الماء الصالح للشرب وتدبير الماء بشكل عام ثم أيضا تحويل أنظمة السقي يعني من سقي جذابي إلى سقي موضعي وهناك تحدثوا على السقي الموضعي أساسا تقنيات السقي بالتنقية أيضا تطوير العرض المائي تعبئة المياه بيعنات خزين المياه السطحية خصوصا بواسطة السدود وكذلك إنجاز بعض السدود الصغرى دعم التنمية المحلية وكين أيضا الهدف هو تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة بعد تنقيتها إذن الجواب سيكون بهذه الصغة وما يفيد هذه الصغة إذن أهم الإكرهات التي تواجه قطع الماء في المغريب هي انخفاض الواردة المائية تفاقم بعض تحديات المرتبطة بتغييرات المناخية ارتفاع الطلب للإستغلال المفرد ضعف تثمين المياه وتلوث الموارد المائية الآن نأتي إلى يعني السؤال باء إذن المطلوب مننا هو أن نحدد أهداف المخطط الوطني للماء إذن هذه الأهداف تتجلع الخصوص يعني في تدبير الطلب على الماء وتثمينه تحويل أنظمة السقي من الجداب إلى الموضوع أيضا تعبئة المياه بوسطة السدود تحليات مياه البحر وأيضا إعادة استعمال المياه العادمة بعد تنقيتها السؤال الأخير يتعلق يعني باستثمار المكتسبات يعني المعارف السابقة لكتابة فقرة عن التدابير الاجتماعية المتخذة لتحسين مستوى تنمية البشرية بالمجال المغربي إذن هنا نركز أساسا على التدابير أو الإجراءات يعني ذات الطابع الاجتماعي إذن يمكن إجمالها في الآتي دائما الفكرة طبعا نحن ننتقي في الأفكار المناسبة أو عفوا الفقرة يعني ننتقي فيها الأفكار المناسبة ولكن لابد من الربط بينها إذن في الدولة المغربية تتخذ جملة من التدابير الاجتماعية لتحسين مستوى تنمية البشرية أهمها إطلاق أوراش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أيضا المبادرة الملكية مليون محفظة ثم برنامج تيسير لحد من ظاهرة الهضر المدراسي هناك أيضا نظام تغطية الصحية رامد وبرنامج الأولوية الاجتماعية وبرنامج تقليص الفوارق المجالية وغيرها من الإجراءات والتدابير الآن أتي إلى تصحيح الموضوع المقالي دائما بالنسبة لموضوع المقالي في التاريخ لا بد أن نؤثر الموضوع زمنيا ومكانيا ونحدد إشكاليته إذن يتعلق الأمر هنا بتحولات الاقتصادية والمالية في العالم الرأسمالي تحديدا في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين وهذه التحولات يعني ساعدت على تعزيز أي تقوية النظام الرأسمالي وترسيخه إذن المطلوب مننا هو أن نركز على مظاهر الثورة الصناعية والعوامل المفسرة لهذه الثورة الصناعية في احترام تم لمقتضيات ومواصفات المقال التاريخي سواء المنهجية أو المعرفية أو الشكلية إذن المقدمة ستكون بالصغة الأتية أو ما يفيد هذه الصغة إذن الثورة الصناعية نقلت المجتمعات الرأسمالي من الطور الفلاحي يعني من المرحلة الفلاحية من الاقتصاد الفلاحي إلى الاقتصاد الصناعي ثم بعد ذلك نطرح الإشكال ونجيب عنه في العرض التحليلي إذن بالنسبة لمظاهر أو تجليات الثورة الصناعية طبعا هي انطلقت من موطنها الأصلي ألا وهو بريطانيا أو أخير القرن الثامن عشر ولكن انتقلت بعد ذلك إلى العالم أو باقي دول العالم الرأسمالي تدريجيا على مرحلتين المرحلة الأولى هي الثورة الصناعية الأولى تميزت بتطور صناعة النسيج الفولاد والاعتماد على الطاقة البخارية ثم المرحلة الصناعية الثانية وهي التي امتازت بتطور الصناع الكيموية واستخدام الكهرباء كمصدر جديد للطاقة أيضا ارتفاع حجم الإنتاج الصناعي وتنوعه خفض كلفته وظهور المركبات الصناعية الضخمة إذن ما هي العوامل التي تفسر الثورة الصناعية إذن هناك عوامل عديدة متداخلة من بينها الاستقرار السياسي أيضا وفرة المواد الخام ومختلف مصادر الطاقة وسهولة الحصول عليها خصوصا من المستعمرات ورخص اليد العاملة والاستفادة من تطورات التقنية خصوصا تطور وسائل النقل والمواصلات وأيضا إصدار قانون براءة الاختراع الذي أدى إلى يعني ذلك التفاعل ما بين يعني الاختراع والرأس مال فقانون براءة الاختراع أدى إلى كثرة الاختراعات التقنية وكان هناك تنفس أيضا بين المخترعين خصوصا أن المخترعين يعني يضمنون من خلال براءة الاختراع يعني الاستفادة المادية من تطبيق مخترعات إذن كخاتمة فالثورة الصناعية شكلت حدثا بارزا في التاريخ المعاصر ولكن طبعا رافقته يعني تحولات في شتى المجالات على المستوى السياسي الاجتماعي والفكري والمالي كذلك لذلك يمكن أن نطرح هذا السؤال كمتداد منطقي لما تنألناه في العرض التحليلي ما هي التحولات التي رافقت الثورة الصناعية أو ما طبيعات هذه التحولات إذن ختاما أعزائي أشكركم على حسن تتبعيكم وانتباهيكم أتمنى أن تكون هذه الحصة حصة مفيدة وماتعة في الآن نفسه ونوفقها في تبليغ مضامين وعناصر الأساسية طبعا إذا كانت لديكم أي تأسئلة أو استفسارات يمكن لكم أن تتركها لي في التعليقات حتى أطلع عليها وأجيب عنها في حين بحول الله وألقاكم في حصة قادمة بمشيئة الرحمن ومع موضوع آخر فإلى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته